بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته ليس هناك بلية ومصيبة يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا كما أشارت الروايات أعظم وأفضع من بلية الفقر أوحى الله عز وجل إلى خليله ونبيه إبراهيم قال يا إبراهيم لقد ابتليتك بناري نمرود ولو ابتليتك بالفقر فما أنت صانع فقال ربي نار نمرود أهون علي من الفقر فقال الله عز وجل نعم يا إبراهيم ما ابتليت أحدا ببلية أعظم من الفقر ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه قال القبر خير من الفقر يعني أن الإنسان يموت يعني أشرف له وأعز له من أن يعيش فقيرا بين الناس وذات يوم التفت لقمان الحكيم لابنه باثر قال يا بني تعوذ بالله من الفقر نحن نقول اللهم أننا نعوذ بك من الفقر ومن الشيطان الرجيم يا بني تعوذ بالله من الفقر فإن طرقك الفقر يوما فلا تحدث الناس بفقرك فتهون عليهم وأيضا جملة من الروايات بينت يعني شدة هذه المصيبة وهذه البلية الفقر لأن الفقر يصيب الإنسان بالهوان يصيبه بالذل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال الفقر يخرس الفطن عن حجته يعني الإنسان الفطن الذكي البليغ يعني هذا الفقر يصيبه بحالة من الذل يخرسه وأيضا يقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين قال الفقر مدهشة للعقل مذلة للنفس أن الإنسان إذا أصيب بالفقر أصيب بالذل يعني جملة من الأمور تكون مصاحبة للفقر إذا دخل الفقر بلدا قال له الكفر خذني معك وأيضا عجبت لمن لا يجرق يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه الفقر يعني يشغل الإنسان حتى عن عبارة الله عز وجل لذلك بالقرآن الكريم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف يعني وفر لهم الأجواء والمناسبة هيئ لهم ظروف العبادة أما إذا أصيب الإنسان بالفقر ربما هذا الفقر يعني يشغله عن عبارة الله عز وجل يفقده رشدة هذا الفقر الذي يعني حذرت منه الروايات وحذرت منه الأحاديث كيف يصاب البعض من الناس في هذه الدنيا بهذه المصيبة بهذه البلية لا شك أن هناك جملة من الأسباب جملة من الأمور تجتمع وتسبب الفقر هناك سواء كان للرزق وللغنى أسباب وكذلك للفقر أسباب هناك أيها الأحبة أسباب مادية وأسباب غيبية أسباب المادية كثيرة ولا نغفر الجانب الغيبي أيضا في الرزق وفي الفقر كما قال الشاعر جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في حشاوته الجنين ويعني أن الواحد ما يسعى لرزق لا وإنما المقصود الله تبارك وتعالى يرزق كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني في السماء رزقكم يعني الله تبارك وتعالى وهنا قدم الخبر على المبتدى ما قال ورزقكم في السماء قال وفي السماء رزقكم يعني قدم الخبر على المبتدى ومن المعروف أن تقديم الخبر على المبتدى يأتي للتأكيد يعني هذا أمر مؤكد أن رزقكم بيد الله عز وجل أن رزقكم في السماء أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين فالرزق بيد الله تبارك وتعالى لكن أكو جملة من الأسباب تسبب الغنى تسبب الثروة وكذلك تسبب الفاقر من أسباب الفاقر أولا الجهل أن الجهل إذا أصيب الإنسان بالجهل حقيقة أغلقت فيه وجهه جميع أبواب التحصيل الآن تجد الشركات المؤسسات أول ما تطلب من الإنسان الموظف العام للشهادة أي رتبة عنده من الشهادة شهادة الإنسان هي التي تفرضه في المؤسسة في الشركة مقدار تحصيله العلمي مقدار ما يعرف من اللغات ما يعرف من المهارات ما يعرف من القدرات ما يعرف من الخبرات فإذا من الإنسان الجاهل الذي لا يعرف أينما توجهه لا يأتي بخير هذا الإنسان يكون منبوذا ولا يرتبط به أحد ولا يمكن أن يدبر أمر نفسه فضل عن أمر الغير وأمر الشركة أمر المؤسسة فإذا قضية الجهل من أسباب الفقر الجهل ومن أسباب الرزق العلم والتحصيل أيضا من أسباب الرزق أن الإنسان يعني السعي والعمل لأن الكسل من أوثق وأعظم أسباب الفقر عند الإنسان كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه قال ازدوجت الأشياء فازدوج الكسل والعجز فنتج عنهما الفقر دائما ما أعرف أي شغلة من الشغلات أي عمل أي مهنة من المهن أي وظيفة من الموظائف يقول لا أعرف وهذه كلمة لا أعرف لا أستطيع هذه لا تجتمع والغنى لا تجتمع والرزق لا تجتمع والثروة لا اقتحم اطرق كل الميادين تعلم إن لم تعلم اليوم تعلم مارس كل المهن مارس كل الحرف حرفة باليد أمان من الفقر أما أن الإنسان يكون عنده حالة من العجز دائما لا أستطيع لا أقدر لا أعرف أو أن الإنسان يصاب بالكسل نائم بالنهار إن الله يكره العبد النومة نائم بالليل عطال بالنهار وقالت أم لقمان لولدها قالت بني إياك والنوم فإنه يفقرك يوم يحتاج الناس يعني إياك والنوم النوم يفقر الإنسان كثرة النوم تفقر الإنسان بينما السعي والكدح والعمل والمثابرة والجد والنشاط هذه أمور أساسية إذن السعي والتحصيل من أسباب الرزق أيضا من أسباب الرزق التجارة فإنه في الأحاديث وفي الروايات تسعة أعشار الرزق في التجارة في المهن الحرة كما يقول الإمام زين العابدين في دعائه اللهم اجعل لي حظا أستخدم به ذوي العقول ولا تجعل لي عقلا يستخدمه ذوي الحظوظ يعني أنا بدل ما أنا أعمل فلان مؤسسة أشتغل فلان شركة لا اجعلني أنا أؤسس مؤسسة أنا أؤسس شركة والآخرون يعملون عندي اللهم اجعل لي حظا أستخدم به ذوي العقول ولا تجعل لي حظا يستخدمه ذوي العقول دخليني أنا مجرد عامل فلان مكان لا يجعل عندي طموح الطموح والتطلع أن الإنسان يمتلك طموح يمتلك سعي يمتلك مثابرة يمتلك تطلع ويتاجر يغامر التاجر مغامر يعني يطرق أبواب التجارة حتى يكون وقته بيده ماله بيده رزقه بيده فموضوع التجارة هذا بحث يعني موجود في الفقه الإسلامي وكذلك في الروايات الإمام الصادق يلتفذي لبعض أصحابه تاجر من التجار وقد يعني كثر ماله فترك التجارة وجلس في مجلس الإمام الصادق الإمام الصادق يلتفت إلى يقول لأين تجارة قال يبنى رسول الله قد استكفيت عندي من المال كذا وكذا وكذا فقال له الإمام الصادق إذن ينقص عقلك لأن التجارة تنمي العقل كما تنمي المال أن الإنسان يترك التجارة يعني ينقص عقله والتفت إلى بعض أصحابه يحرضهم على التجارة قال اغدوا إلى عزك يعني عز الإنسان في سعيه في تحصيله في تجارته في سعيه هذه مجموعة من العوامل المادية وهناك الجانب الأهم الجانب الغيبي في الرزق والتحصيل كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون الجانب الغيبي من الجانب الغيبي صلة الرحم صلة الرحم كما قال الصادق وكذلك قال الباقر أن صلة الأرحام تبني الديار وتزير في الأعمار وتوسع في الأرزاق وإن كان أهلها غير أخيار أن تصل أرحامك بعطاء بصدقة بصلة يكثر مالك الله يسبب لك أسباب الرزق لأن الرزق بالدرجة الأولى هو بيد الله عز وجل فصلة الرحم أيضا بر الوالدين حقيقة يعني أكل يعني البعض يعني يغفل عن هذا الجانب المهم إيش قد يعني بذل الأم بذل الأب وبذلت الأم يعني نفسيهما وطاقتهما وأموالهما في سبيل هذا الولد وبعدين هذا الولد كبر ويعني عمل امتلك أموال وامتلك دار زين ما يسأل عن أبوه هو يعيش يرفل في النعيم في قصر وأبواه يعيشان في كوخ في بيت يعني كل خراب وكل تعب وكل عناء وكل كادح ولا يلتفت لهذين الأبوين الضعيفين إن في بر الوالدين يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته يقول إن في بر الوالدين الزيادة والنماء وفي عقوقهما البوار والاستئصال بر الوالدين من الأسباب الأساسية للرزق لنمو المال لنمو العمر فصلة الرحم بر الوالدين أيضا من أسباب الرزق الصلاة أساسا ترك الصلاة يورث الفقر ترك الصلاة لتارك الصلاة 15 عقوبة منها يمحو الله البركة من رزقه يعني يعيش فقيرا بينما كثرت الصلاة والمحافظة على الصلاة تسبب الرزق ولذلك الله تبارك وتعالى ربط الرزق بالصلاة في القرآن الكريم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني هذا إشارة إلى صلاة الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني في قيام الليل يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولذلك يقول الصادق كذب من قال أنه فقر وهو يصلي الليل فإن صلاة الليل تظم نقوط النهار وقال أيضا وإن العبد ليذنم الذنب فيحبس بذنبه صلاة الليل فيحرم معها الرزق هناك ارتباط وثيق بين صلاة الليل وبين الرزق الله تبارك وتعالى إذا قمت في يعني في جوف الليل بين يديه يفيض عليك من عزه من رزقه من هيبته من جماله من جلاله من نوره هذا يعني قيام الرزق وهذا الارتباط الوثيق بين الرزق وبين الصلاة أيضا من أسباب الرزق الحج كما قال أمير المؤمنين صلواته الله عليه قال حج تستغنوا حج تستغنوا لأن الله يعوض الدرهم الحاج الذي يصرفه الحاج الدرهم يعوضه بألف وفي رواية أخرى بثلاثة آلاف حجوا واعتمروا تصحوا أبدانكم وتتسعوا أرزاقكم يقول أمير المؤمن صلواته الله عليه قال حجوا واعتمروا تصحوا أبدانكم وتتسعوا أرزاقكم رزق الإنسان هنا جانب غيبي علاقة الحاج بالرزق الله تبارك وتألنك إذا وقفت على صعيد عرفات ومحتل الله بفقرك وبعجزك الله تبارك وتعالى ينتشلك من ضعفك ينتشلك من عجزك يفتح لك الأبواب يهيئ لك السبل يسبب لك الأسباب تقرأ في الدعاء اللهم سبب لي سببا لا أستطيع له طلبة إذن هذه كلها أمور يعني غيبية أيضا من أسباب الرزق الصدقة كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيت طيبين قال استنزل الرزق بالصدقة وقال أيضا إذا أملكت يعني افتقرت فتاجر الله بالصدقة والتفت الإمام الباقر إلى ولدي الصادق ذات يوم قال كم بقي معنا من المال قال أربعة آلاف درهم قال بني اذهب والتجر بها فظن بعض الجالس أنه خرج للتجارة فخاذ الإمام وتصدق بها ثم عاد فما غربت الشمس إلا وجاءه من بعض المشارق وبعض البلاد يعني أضعاف هذا المال لأن الصدقة تنزل الرزق استنزل الرزق بالصدقة الإنسان كثير الصدقة كثير الصلاة كثير الحج كثير الصلة لأرحامه بارا بوالده هذه يهيئ الجوانب الغيبية ويسبب الأسباب الغيبية للرزق ثم بعد ذلك ليس عليه سوى الأسباب المادية أن يسعى فيكون سعيه مبارك أن تكون حركته مباركة سعيه مبارك لأن الله تبارك وتعالى قد هيئ له الأسباب وفتح له الأبواب وهكذا يعني الإنسان يستطيع يعني يخرج من ذل الفقر ومن ذل يعني ضيقة ذات اليد إلى سعة الغنى هناك دعاء عن الإمام زين العام دعاء للثروة أن الإنسان يدعو بالثروة وفاجئني بالثروة والمال وصبحني بالاستظهار ومسني بالتمكر من اليسار ومسني بالتمكر من اليسار يعني جملة من الأدعية تحث الإنسان على أن يسعى وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بالتالي عن طريق هذا الجانب الغيبي أيها الأحبة من الصلاة ومن الصدقة ومن صلة الرحم ومن بر الوالدين ومن الحاج وعن طريق الجوانب المادية أيضا من العلم العلم سلاح يورث الغنى من العلم ومن التحصيل ومن السعي ومن الابتعاد عن العجل والكسل ومن الاتجارة هذه كلها أسباب إذا تضافرت واجتمعت تفتح للإنسان أبواب الرزق وأبواب الغنى نصر الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من رزقه ومن خيره ومن بركاته إنه سميع قريب ومجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين طاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر